انت مبارح ازاي بقى كانت قراءتك الفنية لسير اللقاء وازاي تحولنا من وقت للتاني وخاصة في الوقت الاضافي وما شاء الله اللي يقوى كانت سعفانة وقفين على رجلنا لغاية اخر ثانية لا اوازا مقلت لك انا فيه عنصر كان مهم جدا عنصر روح وعنصر روح ده ابتدت تاخده في ماتش كودفار بصراحة يعني وده كان اعجاب جدا للاعلام وعجاب للجمهور المصرية وكل مشاهدي طبعا اي شوف فرقة مصر لا النهاردة بيستغرب بين الثلاث ماتشات الاولينين وبالبداية الماتش كودفار بصراحة للأداء كويس جدا لان برضو فرقة المغرب زي ما قلت لك فرقة لها شأنه لها كيانة على المستوى الافريقا لها عندها محترفين كتير يعني برضو اللعيبة نازلة مركزة وده بيبقى دور جهاز فني ودور لعيبة نفسها دور لعيبة نفسها فرح وده كانت عالية جدا الأداء الفني زي ما قلت لك يمكن مستر كروش الاسلوب كان 4-3-3 وزي ما قلت لك استفادة بأيمن أشرف وعمر السلية والنيني في وسط الملعب عشان يدوا ارتياحية لعمر كملعب بالواحد ويدوا ارتياحية لأحمد أبو الفلوح انهم يشتغلوا في الجانب الهجومي ويتأمنين في وسط الملعب وده حتة حلوة جدا يعني تكتيب كويس يعني كانت الناس بتنتقد كروش فاربعة 3-3 لا هو ليه رؤية الثاني هو ليه بيه أول مباراة في نيجيريا وكان فيه انتقاد ولكن بيبقى ليه رؤية فنية أي مدير فنية ليه رؤية فنية انا هستفاد بالـ 3-3 ملعب ازاي من اللي هيبقى ليه طبع دفاع من النهاردة هيساعد في اللجوم زي عمر السلية كده بيبتدي في الكرة عرضية تليقي موجود في التزديدات ليه موجود النيني مرة عمر السلية مرة ايمن أشرف تليقي مرة فهي عملية دائما عملية النهاردة فكر وتوظيف للـ 3-3 ملعب زي الـ 3 اللي بيشتغلوا في الجانب اللجومي كان محمد صلاح في الجانب مصطفى محمد وعمر مرموش فأنا شايف التكتيج كان مناسب جدا لهذه المباراة يعني التكتيج كان مناسب جدا أنت شايف كيروش بيتقدم فنيين يا كابتن فاتح أنا شايفه بيتقدم فنيين بيتقدم يعني برغم إذا ملتلك من الانتقادات اللي وجهت ولكن بيتقدم فنيين اللي رؤية كويسة التغييرات حسب طبعا التوقيت وحسب النهاردة اللعبة فيها صعبة اللعبة فيها أنظار بيبقى أقلان بيعمل التغييرات برضو بيعمل تغييرات مؤسرة بشكل كبير في متخب مصر فكرة الانظار التاني وفيه تخوف خمس لعيبة مهمين جدا باخدين انظارات فأنتخايف تفقده لما ربنا يكرمنا بإذن الله ونصر هي دي المشاكل اللي عندنا يعني لو طي محمد عبنم استوبر لو بقى رجع طبعا الوينش برضو هيبقى موجود حد استوبر ممكن هيستفاد بقى أيمن أرشف في حتة استوبر لأن أيمن برضو بلعب استوبر وزهير أيسر ووسط ملعب فهتلاقي عنده الحتة دي يعني ممكن تتعود شوية طبعا عندنا زي ما قلت لك أيمن أرشف لازم يبقى حريص جدا في المشاكل اللي جاية برضو عشان برضو عملية ساعات بيبقى فيه اندفاع شوية يعني مبارح ضربة الجزاء فيه اندفاع شوية انت عملت العملية دلينج تعطيل ما كانش حصل ضربة الجزاء انت اندفعته خدت انظار وحصل ضربة جزاء على منتخب مصر سجل منها ده في المغرب الأولان طبعا زيزو برضو زيزو برضو لازم يخلي باله انزيزو من العناصر المؤسرة في التغييرات دايما يعني مستر كروش دايما بيعتقد ان زيزو تغيير تغيير مناسب وتغيير إيجابي بالنسباله مصطفى محمد طبعا اللي هو دلوقتي متواجد واصبح يلعب رئيس الحربة الأساسي يعني هو ما بيعتمدش حتى على محمد شريف كتير فبيعتمد على مصطفى محمد مصطفى برضو لازم بيحذر جدا مصطفى محمد لازم بيقى فيه هدوء انه هو محطوط تحت ضغط ضغط حسب كبير جدا يعني رئيس الحربة حتى الوقتي متحسوش متحسش بموجود مصطفى محمد اللي انت تعرف مؤهلات مصطفى محمد وانني طبعا انني طبعا في حتة وسط الملعب برضو عنصر مهم وكان برضو هيبقى فيه تعويض يعني فيه أماكن تقدر تحاوط فيها فيه أماكن تانية بتبقى صعب جدا وجوده أكتر ما كان الكابتن انت الآن علي أو كايف علي يعني حرصت المرمى خلاص هي حسمة هيباني وبينك برضو يعني أبو جبل والشنة ومش معانا